بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا فيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوة غد وضع وحد الأصفاء خاصة بإذن الله قبول البنات اللي ما عندهمش قبول البنات اللي ستكون ديما حدها قليل في الزواج أو حدها قليل في القبول البنات اللي ستقول أنا ما عنديش الزهر وديما ديما عندي مشاكل في قلة الزهر ما عندهش حد مع الناس ما عندهش خطة في العتبة ما عندهش ديما هي حاسة برصة من بودة وحاسة برصة ما غديش تجيب خطة إلى العتبة وديما تتقلل من نفسها إذن هدي قلة الحد والعكس والتابعة باش نحيد العكس والتابعة غدي إن شاء الله غدي ناخد واحد بحلكة كسرون كسرون ديال الحنيب بحلكة وغدي نوضع فيها الريحان والورد وغدي نوضع فيها الصور الصور أنا ما نقدرش نحط لكم صور لأن الصور معروفين ما نقدرس نحطهم نحطوا قطعة مسك قطعة مسك قطعة مسك اللي نقرأ لها صورة الكوتر 11 مرة صورة الزلزلة وصورة القدر 11 مرة 11 مرة 11 مرة ونقرأ لها 100 مرة اسم العزيز 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 اللهم عزني باسم العزيز مع جميع الناس اللهم اطرد عني العوارد اللهم اطرد عني النحس اللهم اطرد عني قال حاجة اللي تتسبب لي تعطيل الأحوال وغدي نوضع المسك هنا غدي ان شاء الله هاد هاد الحليب مع الريحان مع الورد مع الصور غدي وندير قليل من السكر قليل من السكر او العسل وغدي ان شاء الله نحاول نخليها تبخ حتى تنشف حتى ينشفوا الصور الحليب ينشف هدي وصفة صالحة بإذن الله ليوم واحد فوصي خادي ليوم واحد او قبول ديال انك تديريه في نهار واحد غدي تردي العوارد في يوم واحد بإذن الله اذا هتحاولوا انكم تديروها بيقين عودت هاد الوصفة او عودت لكم هاد الوصفة لانها بزاف الناس يسولوا على وصفات ديال الحد وديال قلة تصهر وديال تصخير الامور اذا غدتخليوا هاد المقونات غدتجمعوهم غدتخليوا الحليب حتين شف في يوم واحد وختمه لعلي العافية وتخليوا ذاك الحليب مع الصور مع المقونات اللي اعطيتكم مع القراءة حتين شفوا غدتجمعوا المقونات غدتتلوحيهم في مكان عاشب الصور غدتتغسليهم بالحليب غدتغسليهم بالحليب وتعوديهم في الزهار وتعوديهم في الزهار هتغطسيهم في الحليب وتعوديهم في الزهار وغادي هادك الزهار غدتلوحي في مكان عاشب مع الحليب وتخلي الصور مبين الملابس ديالك هتعوديها مرة في الأسبوع ثلاث أسابيع ولو مرة في الأسبوع جيدة لأن هاد الوصفة اغطرد عليك العوارد مع الصور اللي حطيتي ان شاء الله غدي يكون عندكم نصيب في الحد ونصيب في القبول مع اولاد ادم اولاد حواء انتو ما حاولوا غير تديروها بيقين تكوني على وضوء تكوني على الصلاة هاتشي اللي كان اذا ما بقى ليما نقول لكم الا ان شاء الله بحول الله وقوته ما بقى غير ان شاء الله تديروها وغادي تحسوا بالفرق اتعودوها مرة في الاسبوع فقد مدة ثلاث اسابيع وغادي تردو عليها وغادي تشوفوا القبول باذن الله اللي غادي يكون عندكم ان شاء الله اذا احبابي لعجبتكم الاصفاء خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس ابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته